هو الظهر الدائلة يا خليته هو إبراهيم ويجي مع حتة وقطتوها زي دي ما تشخليش بلك انت لفينته هيعمل ايه؟ يقولون ده مكان جيين يستخدموا فيه لازم يجي عاينه يا سلام على أساس ان هم مش مستخبين في حتة دلوقتي؟ هو انت بزيني ليه بترد كتير ليه؟ هو قال انه عنده مشاكل في حتة اللي مستخبين فيها وصلنا للحل ده اسكوتي بقى شوية هو إبراهيم جاي شش شش في أبراهيم أنا غلطت غلطة كبيرة أودي ما ينفعش مسلحهاش بسرعة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما تجيش روح انت يلا لا يا أبي مش هسيبك هواديهم واجيلك يا سليم باي هواديهم واجيلك أمن نفسك يا بيلا يضرب عليك اللارتان هواديها واجيلك يا باي وما كملتش في اتفاقك لي مع زنات أباين الخيانة بالسهلة قوي علي كده يا سليم باي وبعدين انت بالنسبة لي قبل للعالم اللي فعلي تاني زي اخويا بالصد وانا مسعلم منك زي ما انت بقول احنا بيد اخوات ونورو بقت زي اختي خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل اي كده انطلعنا عند زناتي من غير مدتي تاسي وبالمرة نكسب اللي عمله زناتي فينا حتعمل اي بقى دلوقتي يا زناتي ما عرفش يا صفاء ما عرفش يعني ايه ما تعرفش ما قلتلك من الاول سيبك من اللي في دماغ ده خلص يا زناتي برضو ما سمعتش كلامي ما قولك ايه ايه انا مش ناقص تعطيه مع المزة كنت عايزين اتسيبه يعني ما انت كده كده سيبته يا زناتي لا يا صفاء انا كان عندي حق سليم مش يرجع غلي مرقبة واحد فينا اضطير ارقاب دي ارقابته انت عايز سخانه عليك اكتر ما هو سخنان يا زناتي المرة دي ما زبطتش هتظبط المرة الجاية ولسه في مرة جاية لازم يا صفاء لسه المرة الجاية مش ابقى لوحدي يعني ايه اها متر انا لازم اشوفكو لا دلوقتي سلام لا انا مليش في الحكاية دي نهائي يعني ايه حاج الكلام ده يعني اللي اسم ايه تعلم كرية يا متر ما تفهم الحاج ان احنا مربوطين سوى للاخر ما تستاهدوا بالله يا جماعة خلوها نعرف نفكر نفكر فيدي ايه ايه عاد فيها التفكير انا خلاص شباعت لمصايم منور البناء ده المصايم دي اولها عندك انت وابنك عم الحاج دي ايه يا خوني كنت انا وابني اللي قلنا لك روح يتنسيلي من انصاري وانا عملت كده ليه ما انا عايزه اقطع عرق وساح دم عشان نخلص وانا انا غلطان يا متر ايوه خلطان خلطانا انك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لأي حد انتبه عن نفسك اللي تفهم لوحدك ولا ايه يا لأ المهم خلاص اللي حصل حصل والكلام في الفائط نقصان عقل خليها نفكر في اللي جاي جاي ايه وليس في جاي ايوه في جاي واللي جاي يخصينا كلنا سليم الانصاري دلوقتي طاروا بقى طارين واحنا مش عافين بيفكر ازاي اللي فان دي لازم ياخد اجازة ده تروح بكرة تقدم على اجازة وانا هشوف لك مكان تتوا فيه لغاية ما تعدي الليلة دي على خير بس على الله بقى حكاية البيت اللي اتخطفت دي ما تزهرش وتتقلب على دماغها ما تقلقش يا مترا انا عامل حسابي ومحدش شافني غير البيت نفسها وحتى منكلمات التليفون كنت بعملها من تليفونها يعني كلامها قدام كلامي يا سلام طب والتاجر اللي انت تفعت معاها بورمو حوصني الطبع ما يقدرش يفتح بوقه لانه عارف قبل ما يفكر يعوّرني هعوّره وبعدين الحاجة ما تقلقش انا زناتي هالحظيم تلاتة ما ودانا بداهية غير البرمجة بتاعتك دي مفيش داهية ولا حاجة المهم يا جماعة لازم نحرص الفترة الجاية كويس قوي وبعدين يا ريت ما حدش يجيب خبر لحماد بيه مشاب ما احنش عارفين ردة فعله ويه اعتمين بيه بس عادتك عارف ناجل عوضي ده بتاع كلام كتير منها عملت بكل النصيحك وبعدت عن موضوع سيمي الأنصاري ده خالص لا بس انا مش عارزك تقلق من موضوع ناجد اول بس ده موروش غير الكلام الكتير بس ما تقلقش هو مش مسك علينا اي حاجة تمام ساعدك في امان الله مع السلامة يا لطفي ها في جديد؟ لا اصلي في واحد في المجلس عندنا عمالي نخور وراك ام طميني لو في اي حاجة ده في موضوع السليمي الأنصاري ده ماشي؟ يلا سلام سلام جدا يا حوضة اعفرم عليك يعني هم دلوقتي اتقابلوا وبعدين كل واحد نزل لوحده طب تمام خل عينك باعلى زناتي وقع يغيب منك بس من بعيد ما دخلش ياخد باله ها ماشي يلا طب تيكعل الله لو فيها يكلمني يلا سلام هو بيقول الموضوع هيخلص بكرة بس يا مولانا ما فيش بس ما تجهدش دماذك في التفكير الموضوع هيخلص بكرة وبعد بكرة بإذن الله هنبدأ الحفر لا حاول على قوة إلا بالله بكرة يا شالي والله العظيم هخلص لك الحوار ده يا ابني اعيب عليك أنا الموضوع ده يهمين أكتر منك طب انت فين طيب طب ما تجيلي على البيت لا طبعا يعني هتطمن عليك إزاي يا شالي يعني انت بتجذب على فكرة وبعدين تعالى هنا انت إيلا خلاك تاخد المطوع بتاعتي من هنا وتفكرني مش عارف طب يا شالي شوها كده وأكلمني طبعا خبت أمك قلت إيه اللي جابك أعملك إيه يعني وحشتني عاوز أينجي إيه اللي جابك لا مقلت لك وحشتني انت سمعك راحت من ضربه ولا إيه ده وحشتهمك انت اللي دماغ راحت من الضرب وأعمل حسابك إن أنا مش أجاب لك مخدرات تاني ليه؟ خايف على إيه؟ ده خايف على نفسي قسم من بالنا من أدمان على حاجة في حياتي قدم عارفتك ممكن أفهم إيه اللي انت عملتيه مع شالي ده؟ أعمل له إيه يعني ما هو اللي دخل علي وأنا مستبع وأنا بصراحة ما كنتش فائر الهاردة خالص فيه واحدة ست تقول له جزء كده يا فجرة أعيزة خلص أنا بصراحة زهقت ما بقيتش قدر أشوف فلسما حد غيرك مرأة يا إنجي تفاكريني تكاميروني ولا إيه؟ تبتتضرابي إيه بقى لك كم يوم هابق عليك كده مخليكي خربة الدنيا وأنا اللي لازم أكون ضربة عشان أحبك أنا مش هها مكتقفش كده ليه؟ أنا كنت فاكراك هتتبسط وأنا إيه اللي يبسوتني في البومبة اللي فرعتها في الشينة دي؟ هتطلق ما فيش حد يبقى ليه حاجة عندنا لا شادي ولا غيره نعم يا أختي وبدل بقى جوة الحرمية اللي إحنا عشين فيه بقى لنا سنة وشوية ده لا لا ما خصنيش أنا الكلام ده وما لإيه اللي يخصتك بقى إن شاء الله؟ اللي يخصني صاحب اللي انت كسرتي قلبه بالوقت يحاول اللي أمخه شتى منه من ساعة ما يربى عملتك السودة عملت أنا اللي سودة؟ وإنت عملتك إيه بقى بينك؟ مقولك يا إنجي أنت من أول يوم دخلت في البده أنا مرسيكي شادي أهم واحد عندي في الدنيا المستحيل أحصله تحت أي ظرف من الظروف انت عبيت يا ابني؟ شادي إيه اللي إنت بتحبه وإنت مصاحب مراته بقى لك سنة وشوية والله بقى يا بني آدم وكلنا بنغضط وبعدين إنت اللي أغرطيني وأنا ضعيف من المنطقة ده هي أنا مضربتكيش على إيدك وأنا أنا ضربتك على إيدك وشادي بتاعك ده عارف إننا مش تقافض المكامل يبقى يستهل بقى اللي يحصله تعرف يا إنجي إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ لأ مش عارف أنا متأكد إنك مش هتفهمي بس هقولك فرق اللي بيني وبينك إن شادي بالنسبة لي بجد شخص مهم في حياتي وبحبك لكن أنت عمرك محبتين؟ ده على أساس إيه بقى؟ إنك حبيت مراتك ده فوق البيع يعني ولا إيه؟ أنا قلتلك مش هتفهمه وبعدين إن حبه وباعت إيه؟ أنا عمري ما قلتلك إن بحبه أنا لا بحبك ولا ينفع أحبك ولا أحب غيرك أنا طائق نفسي بالعافية شوية الحب اللي قد كده في حياتي متقسمين ما بين أمي وما بين شادي صدق يا بقى ما تصدقيش ولا أقلك عطر عشنا قرفت وكويس قوي أن أنت جيت دي لوقت عشان أقولك الكلمتين في وشك اللي بيننا خلص يا إنجيل هتحاولوا تبتسلي بيارة تهوي بناحكة البيت خلصت مريد بها تسافري ولا هتحجري ولا هتغوري في داعي كده؟ ماشي يا تمر بس خليك فاكرا إن إنجيل ما تعملش معايا كده وإن عادي جدا ممكن أطربقة كلها فوق دماغك ايو يا باشا الله هو كان كلام عيال ولا ايو يا باشا لا يا باشا مش حسن طبع اللي تكرت على فاه ويزكت حصل ايه؟ حصل إن البنت لسه ما رجعتش مرات أخوها خفيت هي كمان ومشت هلا إنتوا بتشتغلوني ولا هي باشا لا ده أنا أجيب عليها وطيها وتربقها فوق دماغي الكل اسمع يا جهر إنتا إياك تعالي صوتك وانت بتتكلم معايا ده أنا لبسك مية قضية وانا قاعد في بيتنا واخليك تقضي اللي بقى من عمرك في السجن روح أمك وأنا مال إبراهيم هابا هو عيلته ما تروح لو ليك حق عنده خوده ما قولك إيه؟ عليا الحرام يجل لو جبت سرتي مع مخلوق لا خليك تسعل ويجيب ناس تسعل معاك واحدة تتصل بيا يا جعر إنتا تاني يا أخويا بس هدى كده شوية لا يجرى لك حاجة قلهم علي يا أولاد الكلب ده أنا زناتي ما عيش ولا كان يا أخويا ما عيش ولا كان يا أخويا اللي هوا من ناحيتك قاعد يا زناتي قاعد يا أخويا قاعد يا زناتي يا حبيبي قاعد واستهدى بالله كده كل من سليم ابن الكلب من يوم ما شفت وما شفت الشوم عدل وحياتي مش تزبت غلى ما أخلص منه يا أخويا ما انتا حاولت تخلص منه وما يقدر على القدر لربنا لا يا سفاء أنا مش هرتاح ولا هدالي بالغلى ما أخلص عليه بإيدي يا أخويا ما انتا حاولت قبل كده تخلص عليه وما نفعش احنا بس نستخبر نيومين في حد كده وبعدها ليه ترتيب داني ربنا لا تؤاخذنا من نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافري انا مش هقدر أعمل كده يا سليم مستحيل يا أودا بتطلق عندي وعمل اللي بقولك علي يلا خلاصي ما فيش حل تاني عشان خاطر يا سليم فكر أكيد في حل تاني حتى لو في حل ما فيش وقت يلا خلاص يا أودا طب انت بقى ما قلت ليش الكلام ده من بدري ليه عشان كنت هتقولي لأبوكي وابوكي ما كانش يرضى يعمل كده يلا يا أودا يلا ما تتعبينيش بقى طب انتوا هتعملوا إيه؟ مش عارف بس بعد اللي عطيها هيعملوا مش هينفع نوض هنا خلاص يلا خلاص يلا ما تتعبينيش قلبي بقى يلا خلاص لو سمحت عايز أبلغ عن مكان مجرم هربون اسمه سليم الأنصاري أيوة عاوني هيا برافو عليك تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة ما تروحش الوحدة المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة اسمع الكلام أول سليم الأنصاري ما يبقى تحت إيدك كلمني على طول يلا بالسلامة مع السلامة على صراحة وشك حلو علي جات لهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري طي مبروكي مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي ها؟ قولي بقى كنت عاوزي كنت عاوزي استعزانك في حاجة كده يا إخواني إني أشهد الله وأشهدكم على هذا المارق الذي تحول إلى مرض خميس يلعثوا في جسد بلدتنا الطاهر وكما قال المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاشلح لها وأنا قدامكم أهو بطيلوا فرصة أخيرة إنه يخرج بره البلد ويرحل بفسكوا وفكوروا يا إما قسما بمن رفع السماع بغير عمل أخلي البلدوزر ده يشاو الأرض بالبيع يتعل فيه سمعني يا صالح إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فعليها تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر أوه يا سليم أنا هخرج لأعطي أتكلم معايا من فاشل رجع بعيد بعد ما تلاقيشك هو غير في طريق أستو يا رب انت رايح فني يا شيخ صالح من فاشل اللي هتعملو ده انت كمان عم صالح انت خايف أنا خايف عليكم قضي الأمر الذي فيه لست افتيار تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر البتاع اللي انت مسكها في ايدك دي يا صالح انت مش شايفي ايه قدامك ولي ايه يعني انت مش اعمل بصيرة بس انت اعمل بصر كمان ارمي يا صالح البندوق اللي انت مسكها في ايدك دي هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لا علمها لي يا صالح بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش أمثالك وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا قطية تعال خد شجوع يا صالح ممنوش لز بالكلام اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك احنا مش فاضيين الكلام الفارغ بتاعك انا عندي كلمتين حقولهم وأجري على الله اخوانا انا عيشت عمري كله وسطكم ربيت معظمكم زي ولادي بالضبط وليكم علي حق النصيحة يعلم ربنا ان بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطية وصدقتوه وانا لو سبت بيتي عشان احمي نفسي حبقى بخوم كل حاجة جميلة علمتها لكم وعشان كده انا مش حمشة ولو فيها رقبتي بقى انت يا صالح اللي بتكلمنا احنا عن التربية والاخلاق يا اخي روح ربي بنتك اللي انت سايبها عايشة في حضن اتنين اغراب كان لازم اصلح غلطتي في تربيتك يا خلق اه اه ابويا 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 انا رايح للحبايب يا بنتي انا رايح للحبايب يا بنتي انا كنت بتمنها ونو الهادي لا من مات دون بيته انا بيته ابويا انا بوا كنت تربيتك 하는데 انا بروك ابويا 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 ابووا يجب صلي يجب صلي أبويا أبويا